لكن الكذبة على الأجيال خلانا حتى نفكروا ونفكر كل واحد ممكن تخيل عليه الكذبة فيما بين الحلال والحرام والكلام الفارغ اللي تكتب على الأهراب ومش عارف مين ومين والفساد الممنهج والكلام الفارغ اللي بيتكرر إنه يا أخي مع الصافرة الأجنبية مع الحكام الأجانب في لقاءات الأهل والزمالك هنفكرك كرقم واحد بس في كل البطولات اللي الأهل واجه الزمالك فيها والزمالك نادي كبير مش محتاج إنه أنت تجذب هذا الكذب الأهل والزمالك لعبه ضد بعض 92 مرة بحكام أجانب 92 مرة في كل البطولات اللي قدامكم الأهل كسب 41 من 92 وزمالك كسب 19 41 ل19 يعني تقريبا شوفوا أكتر من الضعف بحكام أجانب وحنجذب على الناس وحنقول عشان الحكام بيجاملوا الأهل ووكالة الأهرام فيها كل الحكام اتفرج على المقارنة في كل البطولات زي بالضبط الموسم اللي فات حتى الموسم اللي مضى الزمالك يلعب مع بيرامدز الحكم إيطالي يتعادلوا 3-3 الأهل والزمالك يلعبوا بعض حكم روماني 0-0 الزمالك يلعب سموحة بحكم برتغالي يكسب 1-0 مع حكم سربي يكسب 2-0 ده اللي بيقول لك الحكام الأجانب الزمالك مع بيرامدز بيرامدز مع حكم نرويجي يكسب بيرامدز 1-0 الزمالك يفوز على ودي دجلة 2-1 بحكم كرواتي والزمالك يتعادل مع الانتاج الحربي بحكم يوناني والزمالك يتعادل مع حرص الحدود بحكم سربي والأهل يكسب الزمالك بحكم مجري ده في الموسم الماضي لو رجعنا كل الإحصائيات هيبقى الكلام كتير قوي حتى على المظلوميات لكن ما علينا الموانس عادل أشار الجزئية إنه صناعة الكراهية ليه مناخ صناعة الكراهية نادي الزمالك نادي كبير وله جمهور محترم زي النادي الاتحاد ما نادي كبير وله جمهور محترم زي الإسماعيل ما نادي كبير جدا وله جمهور محترم والنادي المصري كل هذه الأندية بيجي مهيرها على علاقة طيبة جدا مع بعضيها ليه باستمرار تسميم الأبار فيما يخص الأهل مع هذه الأندية أو مع الزمالك بشكل مباشر السحر يا دي ما اعتقدش هتحتمل الكلام ده الزمالك بينافس عنده أدواته عنده تاريخه عنده رموزه ابني عليها النادي الاهل له طريقه له بطلاته له قيمته له تاريخه ليه دايما وابدا ليه معروفة ليه هو دلوقتي انت المتصدر هيقولك انت يعني هيتلعقول أصل الاهل متصدر عشان أقوى مني وأحسن مني وبشتغل أفضل مني ولا هقولك إيه أصل بيتجامل أصل 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 حتى لما تقوله يا راجل انت تجامل ازاي ده انت عمك اللي بيحكم ده انت رئيسك اللي بيحكم ده انت رئيس نديك اللي بيدير الاتحاد ده انت ما تيجي تقوله الكلام ده كله قولك لأ برضو ترجمة نانسي قنقر